إذن الأخوات والإخوة رجال ونساء الإعلام تتبعتم معنا مراحل كل هذه العملية المتعلقة بمناقشات التقريرين الأدبي والمالي هذه المناقشة التي كانت في كل جهات وفي كل منصات الموجودة داخل الوطن وخارجه وكذلك خلاصات هذه النقاشات التي طرحت على المنصة المركزية وأيضا على مختلف المؤتمرات المؤتمرين داخل ربوع الوطن وخارجه طبعا بعد ذلك مررنا إلى مرحلة أخرى وهي الأساسية هي مرحلة التصويت أو إجازة التقرير الأدبي والمالي الذي تم التصويت عليه بالأغلبية الصاحقة مع امتناع 9 واعتراض 9 أيضا تم التصويت قبل قليل على التقريرين الأدبي والمالي الذين يلخصان عمل القيادة السابقة الالتحاد الشراكي القوات الشعبية برئاسة الأخ إدريس لاشقر هذا التصويت مر بأغلبية المؤتمرين والمؤتمرات إذ صوت أخ 1522 مؤتمر ومؤتمر لصالح التقريرين الأدبي والمالي وصوت ضده 9 وامتنع عن التصويت 9 وبذلك يكون غالبية المؤتمرين والمؤتمرات الحاضرين عبر 15 منصة جهوية أحدتها التحاد للشراكي القوات الشعبية من أجل مرور جيد وناجح لمؤتمره الوطن الحادي عشر قد أجازوا عمل القيادة السابقة ووافقوا على تدبيرها المالي وتدبيرها الأدبي لشؤون حزبهم اللجنة التأهيل خلصت إلى قبول ترشيح كل من طريق سلام والأخ إدريس لاشقر تأكدت من سحبي كل من محمد بوبكري والأخ عبد الكريم بن عطيق والأخ شقر الأمام لترشيحهم لم تؤهل الأخت حسن أبو زيد والأخ عبد المجيد ممر عدم تأهيل حسن أبو زيد والأخ عبد المجيد ممر رغم توفرهما على صفة المؤتمر نابع من عدم مشاركتهما في المؤتمر إذ لم يحضر إلى أشغال المؤتمر بالنسبة للأخ عبد الكريم بن عطيق والأخ محمد بوبكري سحب ترشيحهما ولم يحضر لأشغال المؤتمر بالنسبة للأخ شقران حضر إلى أشغال المؤتمر وسحب ترشيحه لمهمة الكتابة الأولى بالنسبة لملف الأخ ردريس الجغار فهو ملف كامل ويتوفر على كامل الشروط بالنسبة للأخ طارق سلام لغم عدم توفره على بعض الشروط فقد أهلته لجنة التأهيل اشتركوا في القناة